جوز كلام مرحبا حبيبتي هيا أغراضك تفضلي إن شاء الله ما كون نسيت شي يسلموا إيديك بس يعني ما بتعرف تروح مشوار وترجع بسرعة إلا ما تلتهي بشي عالطريق لك والله أصل عني غصبنا عنك التهيت وتأخرت شلون هاي عرب لي ياها لك وأنا راجع شفت جارنا أبو تحسين زعلان وقاعد بالحارة إمتى قعدت أنا وياه دردشنا شوي قعدت ودردشتوا بالحارة وبهالبرد طيب ما يقل لك تفضل عالبيت عالقليلة لأنه حردان من البيت شلون يا بعدي حردان وليش بقى حردان لك شو بعرفني قصص الكبار ما بتعرفيها وشو القصة اللي صايرة معه خير إن شاء الله متخانق هو وكنتو هو وكنتو ليش بقى متخانق هو وكنتو قال كنتو متدايق لأنه عم يدخل بترباية الولاد هو ليش موجه راسه بهالقصة يترك ترباية الولاد لأهل الولاد هلأ هي الكنة هيك عم تقوله بس هو ما عم ما يقدر قال مو عاجبته طريقة ابنه وكنتو بترباية الولاد فعم يطر يدخل بس ما بيصير هاد مو من حقه هو يربى ولاده على كيفه يترك ترباية أحفاده لأهليون بس كمان يا أم جوزيف من جهة تانية هذا الزنمي ربى سبع ولاد بنات صبيان صغيرهم هلأ عمره عشرين سنة يعني كمان عنده خبرة طويلة بترباية الولاد ليش ما بيستفيدوا منه بترباية ولادهم يعني بس كمان لا تنسى أنه هالخبرة قديمة وبتناسب أيامهم بس هالأيام غير والجيل غير ومتطلبات الحياة غير مشان هيك صار أسلوب التربية غير يعني هلأ لو فرضنا أنه عنا ولاد رح تقبلي أهلي وأهلك يساعدونا بتربايته بالنسبة إلي لا لأنه رح نكون أنا وإنت حاطين خطة وقسوس ربي إبننا عليها وأي تدخل من أي حدا ممكن ينزح الخطة وممكن يعززها إذا بده يعززها ويكون رضيان بالقواعد تبعنا ما في معنى بس غير هيك أكيد ما برضى وأنا هذا اللي عم أحكي اللي كان يحكي أبو تحسين مع كنتو ويتفق هو وياها أنه يساعدهم بترباية الولاد وما يغير الخطة التربوية تبعهم قال ما بيقدر ما يدلل الولاد وكنتو بتقوله أنه هو عم ينزع تربايته من كدر الدلال إيا علينا شو يعرفني شو بدون يعملو شو هالصوت كأنه خناقه رح أطل من الشباك شوف شو القصة لا 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 لك هذا ابن ابنه لأبو تحسين ضرب ولد بالحجر عراسه لا هاد الولد بده خطة تربوية شاملة دخلك مبين عليك أبو تحسين إليك وليك وعم يتبطب على ابن ابنه وعم يقول له مو مشكلة أصلا الحق على الولد هداك نعم قلت اللي يساعد بالترباية بالنسبة لأبو تحسين غيرت رأيه لا يساعد بالترباية أحسن جوز كلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر